بسم الله الرحمن الرحيم برنامج أخر لكن برنامجنا كان دايماً بيتكلم على إنها فيه فرصة أخرى وإن شاء الله مطش تونس يبقى بداية جديدة واللعيب إن يكون عند قد قد المسئولية ويبقى فيه آآ شكل مختلف يعني دايما الواحد يلعب ممكن مطش وحش فمش مشكلة للمطش اللي وعليه بقى تعود وصولت تعرف ملعبك مع الجمهورك بقى لك كتير ومتعبش الجمهور ودي أول مباراة يمكن مع كبتشة وغير بجمهور ولكن طبعاً شفنا مباراة أداء آآ يعني يعني ممكن لو قلنا ح حاجة عليه كويسة شوية نقول عليه أداء سيء ده لو يعني احنا بنلطف الأجواء شوية هو أداء سيء طبعاً آآ للغاية بالنسبة للمنتخب المصر مش عارف مش عارف له آآ مش عارف بقى عايزين نحلل مع بعض هيبقى معنا طبعاً محلليني كالهونا ليه 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 المنتخب المصر تظهر بهذا الشكل على مضاهر مباراتين وليس مباراة واحدة يعني مباراتين يعني معنان الأداء زي ما هو ومبيتحسنش بالبال بالعكس لو بتلعب في مطش في ملعبك وسط جمهورك ما الهجمة يعني مش جملة تكتكية دي جات كده عمر جمال عملها بروس راح راجل راح من نص الملعب يعني مش حتى جملة نحن بنلعبها يعني زي تقريباً فبالتالي مطشين على التوالي ما بجيبش أهداف مطشين ما بتهجمش تقريباً خالص بتروح بكورة أو كورتين في طوال تسعين ديئة مطشة أول أوكي إليك ظروفك مش ماشية معاك دايق أوف بتاعك بتحصل يعني كل فرق العالم ممكن تحصل في مطشة لكن مبارات تانية في ملعبك فرصة مهمة لازم تخش التصويرات تانية وهي مبارات وحيدة اللي ممكن ده خلال التصويرات تلعب بهذا الشكل مش في جون في أول عشر ده والأول ربع ساعة بجون بالشكل اللي احنا شفناها طبعاً كارثة دفاعية بجميع يعني انكم تبتكلم في المطش السنغال مش عايزة لهم الدفاع لأن نص ملعب كان ضعيف ولكن ده اللي شفناه في المطش ده في الكرة دي ويمكن الكرة اللي بعديها في الشرط التاني اللي برضو هيحة فخر الدينيوز في جات في العدل نفس الكلام برضو الدفاع طبعاً آآ واضح ان فيه سزاجة د دفاعية كبيرة جداً نقول اللي شفناه يعني مش عايز أقصو على اللعيبة لأن الواحد وهو اللعيب برضو ما بيحيبش حد يقضي تكلم عليه كتير بس هي المشكلة بص احنا بنحلل هنا ماشي طبع مساحات واسعة جداً مساحات واحد على واحد دايماً ما عافش دي دايماً عندنا واحد على واحد ولكن هنقول ان احنا بنهاجم والناس مندفع أوكي الراجل هنا 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 ستوب كده يا ياسر هنا كرة الراجل عملها بكعب وجاي فخر الدين يوسف ده بسرعته سريع جداً قوي جداً أسرع أكيد من أوكا ماش همشي في كل ده مفيش مشكلة أوكا مظلوم ان هو بص فجأة بقى واحد على واحد ولكن يا جماعة في حاجة اسمها سنس برضو أنا فين الراجل مش الكرة جنب أوكا انت أوكا مش هتجيبه نو وين انك تجيبه يعني أوفوا قدامه مش هيديك طرد والله أوفوا قدامه هنا أوفوا قدامه أوفوا قدامه أوفوا قد راجل خلاص التالي ده متهالي طلع برا الأوف سايد أعتقد يعني أنا مش مركز معاه قوي بس أنا أتكلم على إجابة الجندة أوفوا قدامه أيوة أوف كده هيقع مش هيديك طرد انت في واحد مغطيك وهو كمان اقصى حاجة هيديك انظار بس ما تخليش الفرقة تركب عليك من أول عشرة دايق والمطش يبتدي بقى ترد فعل تبتدي ترد فعل أنا بتكلم في كده انت ممكن يبقى فيه أخطاء ولكن فيه لعيبة ممكن لوحدها تحل اللي زي ممروبة خبرة المطشات زيكائك في الملعب لكن أوكا بص سيب بقى الكرة ياسر راح جاي قدامه ومشي بسرعة عشان ما ياخدش فاول وما تسيبه وما تعمل فاول إيه المشكلة وما انت مش ممكن هتردك انت فيه التل حواليك لكن يعني ده اللي نتكلم فيه حاجات الفردية السمات الفردية السمات الفردية اللي موجودة في اللعيبة برضو لازم تكون سمات قوية ولعيبة مهمة لكن ما احترامي لأوكا لعيب كويس جدا ولكن واضح انه لسه ما جابش انه يلعب بالشكل ده مع انه لعب مثلا بطوط القارات لعب على إيطاليا ولعب كويس جدا بس بص هنا اعمل فاول ما تعمل فاول يا عم اوكا ايه المشكلة ايه اللي هيحصل مش ممكن هيديك طرب مش ممكن لان انت في ملعبك وفي وسط جمهورك واول عشر دقائق وحواليك اتنين تلاتة هيديك انذار لكن ما تركبش الفرقة من اول دقيقة طبعا انا بقول لكم بقى طبعا في اخطاء طبعا في التباركز وفي كل حاجة وهو اوكا خد اللقطة الاخيرة بس انا بتكلم ان انت ممكن لوحدك تحل يعني مش لازم تستنى انا حتبص حواليك وتشاور للمدير فاني مفيش حد جنبي وازاي يجو علي يا بوشهم ماشي انا معاك انت مظلوم انه جايب وشك الرجل واكيد هو جايب وشك هيبقى اسرع جايب وشك بس انا اصلي كان ممكن يبقى ليه حل وحل انت كان بسيط جدا ان هو جاي عليك قوف قدام ومشوفناها كتير ويمكن عملها هو نفسه اوكا في ماتش السنغال وما خدش عليها طرب يعني نفسه هو نفس اللاعب بص هنا قوف قدامه يا ابني ليه ليه بتبعد ولكن طبعا الواجل اللي قدامه برضو لعيب ولعيب جهوي ولعيب جيد ولعيب من احسن لعيب هيمكن حتى جاب جن لو تفتكره ماتش الصفاقسي جاب جن عالمي في اكرامي برضو في الشريف اه فرقة تونس طبعا الجن ده خلص خلى الموضوع زي الع ده بتاعتنا الفرقة اللي جاية تلعبك خلاص بقت هادية بالتالي الكورة انت اللي عطوه متسرع انت اللي عندك المشكلة عندك العصبية فبالتالي مش عايف تلعب حجمتين على بعض ما فيش ولا حاجة تعبت طوال الشرط الاول بتالي من غير كورة خلد امر اللي احنا شفناها اللي هي انا اتشايفها بالصدفة يعني البحثة وليس يعني جملة تكتيكية واحد بلعب كورة طويلة جدا راح عمر جمال حطيتها براسه اللي خلد امر المشكلة ان احنا اه يعني احنا كلنا بنحب المنتخب وبندفع عن المنتخب واقفين وراء الاخصى دارجة لكن لازم يكون فيه اخطاء لازم ننقض وننقض فنيا ابا انقض فني ما بقدرش انقض في حاجة تانية دي مش شغلية غير فنيا هنيكلم في حاجة كتير معانا هنا ناس كتير على التليفون معانا هنا ناس كتير ان هذا ان شاء الله نحلل شكل بشكل جديد ان شاء الله معانا في خلال الحلقة